السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة جايين بفيديو بسيط وسهل جدا ان شاء الله جايين حاجة جاهزة كده هنعملها هنجربها مع بعض بصراحة انا اول مرة اجربها انا كنت بشتري حاجات وشفتها فقلت بقى اجبها اجربها اول مرة اجرب المولتون كيك جبتها وقلت اجربها دي من دريم كلنا طبعا عارفين منتجات دريم معارفين ان هي منتجات كويسة وكلنا بنستخدمها في بيتنا اه في اي اي حاجة بنجيبها بنستخدمها اه فبصراحة انا مولتون كيك اول مرة اجربها خالص ما عملتهاش قبل كده بقلت اجربها اه طريقتها سهلة اه هنا اللي عبوة معانا هنا دي حوالي اه بخمسة وتلاتين جنيه ومعاها جوا مكتوبة عليها ان معاها اه في العلبة اربع اوالب اه ليها وهي بتكفي اربع قطع بالزبط اه فهنشوف النهاردة هتتعمل ازاي زي ما قلتلكوا الطريقة سهلة جدا هنضيف مع الخليط بتاعنا اه تلات بدات وحوالي ستين جرام من الزبدة اه اللي هي الزبدة الطرية تمام اه وطبعا الخطوات بتاعتنا سهلة مش هنقراها لانها كلها اه كلنا عارفين الطريقة بتتعمل ازاي اه فتحنا العلبة هي دي الاوالب اللي معانا اللي هما الا اه الاوالب الفويل اللي كلنا عارفينها طبعا لو اه متوفر عندك الاوالب اللي هي بتاعة المولتون كيك اللي هي الالومونيوم بتبقى حلوة جدا برضو فدي معمولة يعني للي ما عندهمش او هم حطينها كده يعني اه اه زي عرض كده زيادة على الكيك بتاعنا اه هي دي الاوالب بتاعتنا اهي اه بالشكل ده كده اه والااا والكيس بتاع المكونات بتاعتنا او الخليط بتاع الكيك بتاعنا اه زي ما قلتلكم مش هنقرأ بقى اه تعليمات ولا الكلام ده كله احنا كلنا عارفين هي بتتعمل ازاي او التعليمات بتاعتنا بنكون قرناها وعرفنا اه هنحضرها ازاي معانا هنا بقى هنسمي بسم الله ونسلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنبدأ مع بعض انا جبت البولة بتاعتنا بقى هنا اي حاجة هتخليطي فيها وهبتدي ان انا افضي الكيس بتاع الخليط بتاعنا بصوا انا انا اخدته شميته كده لان بجد او مفتحت الكيس كانت الريحة بتاعتها اه يعني نفازة شوية حلوة جدا اه عجبتني يعني الريحة بتاعتها فضينا الخليط بتاعنا اهو وهنضيف عليه اه تلت بضات يعني دي تلت بضات كبار هما كتبين ان المفروض يكون حجم البيت حوالي مية وخمسين جرام بمقدار تلت بضات وحطيت كمان ست اه ستين جرام من الزبدة زي ما انتم شايفينها دي حوالي مسلا اه معلقة او معلقتين حسب مقدارك الزبدة طرية يستحسن تكون طرية مش دايبة او مش مسياحها وهبتدي ان انا اضرب بالمضرب الكهرباء هما قايدين ان الدقيقتين على اه سرعة بسيطة وبعد كده هزود تلت دقايق كمان على سرعة عالية انا خلطت الخليط بتاعنا هو بقى بالشكل ده كده مش سايل خالص ولا حاجة هو تقيل بالشكل ده كده لانها مش كيك يعني اه هنعملها زي ما متعودين على الكيك انا جبت صنية كده حطيت فيها الاوالب اللي هي اللي انا هفضي فيها عشان طبعا هحطها اه يعني هدخل الصنية الفرن وابتديت ان انا ادهن الاوالب بتاعتنا بالزبدة بالشكل ده كده علشان طبعا اقدر اخرج الكيك بعد ما تطلع بكل سهولة في الخطوة دي انا قبل ما اكون يعني قبل ما ابتدي ان انا اخلص او احط الكيك في الاوالب شغلت الفرن زي ما هما برضو كاتبين على درجة حرارة 180 علشان يسخن معي قبل ما احط الكيك بتاعنا يعني احنا كلنا بنشوف لما بيبقى في حاجة جديدة ما جربناهاش اه يعني بنكون عندنا كده حب استطلاع ان احنا نجرب الحاجة دي وانا بصراحة ما كنتش جربت ان ملتون كيك دي خالص قبل كده لا في البيت ولا جهزة علشان كده قلت ايه اجربها تمام انا دهنة كل الاوالب كده وهبتدي بقى اوزع الخليط بتاعنا اه على الاربع اوالب زي ما هما كاتبين على العلبة ان الكمية دي هتكفي بالزبط الاربع اوالب مش هتبقى لا ازياد ولا اقل فطبيعي ان انا اقسم الخليط بتاعنا على الاربع يعني مسلا ما ما يتقوليش مسلا اقل شوية او يبقى حاجة او كده لا مش هتطلع مزبوطة معاكي تمام هقسم بقى الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده انا وزعت الخليط على الاربع اوالب بالزبط هما جات زي ما هما كده اه لا اكتر ولا اقل تمام اه زي ما قلنا اه هندخل الصانية بتاعتنا زي ما هي كده على الرف الاوسط في درجة حرارة مية وتمانين اه وهم تقريبا كدبين على العبوة ان المفروض تعود في الفرن اه في يعني في وقت من تلاتاشر لسبعتاشر ديئة بالزبط من تلاتاشر لسبعتاشر ديئة هي دي بقى يعني بتاعت ان هي تطلع زي ما هي مطلوب فعشان تسيبيها اه يعني يستحسن تبقى هي السبعتاشر دي انا زبطت بصراحة الطايم بتاعي على سبعتاشر ديئة بالزبط لحد ما اه طلعت بقت بالشكل ده انا خرجتها من الفرن لسه خارجة طبعا اه فمش هينفع ان انا اقلبها على طول هي اولا مش هينفع تتاكل سخنة اوي كده وفي نفس الوقت مش هينفع تبقى برد اوي فهسبها بس اه في درجة حرارة بسيطة بحيس ان انا اه اقدر امسكها واقلبها تمام بصوا هي من نص كده اه زي ما انتم شايفين كده طرية بالشكل ده كده يعني معنا كده هي من جوه سيلة زي ما هي المفروض اه تكون تمام اه وطبعا عارفين ان طبعا الشوكولاتة ما تتاكلش وهي سخنة اوي كده علشان ما تبقاش اه قوية شوية اه فتجزع معاك تمام انا سبتها لما بردت هي بقى بالشكل ده كده هبتدي اقلبها اهو لما قلبتها شايفين طلعت بكل سهولة لان اه دهنين القلب زبدة واي هبتدي اقسمها بقى او اقسمها علشان اشوف الشكل بتاعها من جوه هي المفروض تكون اه من جوه يعني مليانة شوكولاتة كده زي ما هي المفروض تبقى يعني اهو بصوا شايفين اهي انا قسمتها كده هو كان فيها شوكولاتة فعلا من جوه اه سيلة اهي معرفش بقى هي المفروض النتيجة بتاعتها تكون كده ولا لأ لاني انا بجد اول مرة اعملها اه بس بصراحة كان اه تعمها حلو جدا يعني هي كان تعمها حلو وام يعني مسكرة اوي اوي سكرها كان زيادة جدا او عشان يمكن علشان الشوكولاتة اللي فيها اه جمدة جدا اه حلوة تعمها حلو بصوا البتك عليها بتطلع الشوكولاتة بتاعتها من جوه او الصوص بتاعها من جوه كده اه يعني حلوة انا تجربتي معاها اه عجبتني ويعني كفاية ان هي عجبت الولاد وكانتها ما حلو اه يعني تجربة كويسة يعني اديها مسلا تمانية او تسعة من عشر بصراحة اه فانا مش عارفة هي هل هي المفروض تكون كده ولا لأ اه يا رب بقى تكون هي صح كده وانا عملتها مضبوطة اه طلعتها يعني النتيجة اه صحيحة اه فيديو كده حبيت اتجربوا معاكم اي يا رب يكون عجبكم لو وصلتوا معايا بقى الحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته